اشتركوا في القناة سؤال عن تكليف الشيعة زمان الغيبة هذا الغبي الأخبر ينفي أن يكون هناك من تكليف في زمان الغيبة يرتبط بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه رجاء اعرضوا لنا صورة الوثيقة التي تشتمل على هذا السؤال وجوابه عبر الموقع الألكتروني الرسمي لإسحاق الفياض وتركوا الصورة على الشاشة حتى أكمل قراءة السؤال والجواب هذه الصفحة عنوانها العقائد والشعائر الحسينية إنها من الموقع الألكتروني الرسمي لإسحاق الفياض أقرأ السؤال عليكم السؤال نسأل الله أن يوفقكم لكل خير يتساءل الكثير من الشباب عن دورهم في زمن غيبة الإمام المهدي وما هي الأمور الواجب عليهم وما هي الأمور الواجب عليهم القيام بها في زمن الغيبة سؤال مهم أعيد قراءة السؤال يتساءل الكثير من الشباب عن دورهم في زمن غيبة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وما هي الأمور الواجب عليهم القيام بها في زمن الغيبة الجواب راح يغرد راح يغرد أبو محمود الجواب لا يوجد تكليف خاص في زمن الغيبة لا يوجد تكليف خاص في زمن الغيبة غير الالتزام بأحكام الشريعة بالرجوع إلى العلماء من أمثالك بالرجوع إلى العلماء من أمثالك وأمثال السيستاني والخوعي بهذه العقائد الضالة لا يوجد تكليف خاص في زمن الغيبة غير الالتزام بأحكام الشريعة بالرجوع إلى العلماء فهم الحجة في زمن الغيبة وانتظار الفرج بظهوره أنا أسألكم أنتم تقتنعون بهذا الكلام هذا الضراط تقتنعون به من أننا في زمان الغيبة وفي فترة انتظار الفرج ليس هناك من تكليف خاص علينا يحدد مسؤوليتنا بين يدي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أعتقد أن أي شيعي يقرأ زيارات صاحب الزمان ويقرأ أدعية الفرج ويقرأ أدعية زمان الغيبة سيرى بوضوح هناك واجبات يجب عليه أن يتحرك باتجاهها يمكننا أن نلخصها بهذا العنوان في التمهيد لظهوره الشريف تبدأ من الدعاء وتنتهي ببقية التفاصيل فكيف لا يوجد تكليف خاص للشيعة زمان الغيبة صاحب الأمر يريد أنصارا وأعوانا في زمان غيبته ويريد أنصارا وأعوانا في زمان ظهوره إمامنا الصادق لماذا قال حينما سئل هل ولد القائم فقال لا ولو أدركته لخدمته أيام حياتي ولو أدركته أدركت أيام إمامته الإمام لا يتحدث هنا عن إدراك زمان ظهوره يتح... الإمام هنا لا يتحدث عن إدراك زمان ظهوره هو يتحدث عن إدراك أيام ولادته فإن السائل هكذا سأله هل ولد القائم فإن السائل هكذا سأله هل ولد القائم فأجاب الإمام بالنفي وقال لو أدركته أدركته منذ أول لحظة من لحظات ولادته لو أدركته لخدمته أيام حياتي خدمة إمام زماننا في زمان غيبته أولى بكثير من خدمته في زمان ظهوره لماذا؟ لأن نصرة الإمام في زمان الغيبة نصرة في زمن الضيق أما نصرة الإمام في زمان الظهور نصرة في زمن الرخاء في زمن الانتصار نصرة الإمام في زمان الظهور ستقودنا إلى ما يريحنا في الدنيا أما نصرته في زمان الغيبة ستقودنا إلى ما يعكر صفو حياتنا إلى ما يضيق علينا إلى ما يدفع الآخرين من أبناء جلدتنا لحربنا لقتلنا لتكفيرنا للعننا نصرة الإمام زمان الغيبة توفيق عظيم هذه المضامين واضحة في قرآنهم المفسر بتفسيرهم حينما نقرأ في الآية الثامنة والخمسين بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنعام يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون بحسب تفسيرهم لقرآنهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير هذه الآية في عصر الظهور يوم يأتي بعض آيات ربك إنه بقية الله بقية الله بقية العترة الطاهرة نحن ماذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف هكذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية يوم يأتي بعض آيات ربك بعض آيات ربك بقية الله من العترة الهادية المعنى هو هو بقية الله من العترة الهادية هكذا قرأت عليكم من دعاء الندبة الشريف أين بقية الله من العترة الهادية يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أي يقول القائل هأني أعتقد بإمام زماني الحديث عن الشيعة وليس الحديث عن اليهود والنصارى الحديث عن الشيعي الذي يفترض فيه أن يبحث عن معرفته لإمام زمانه وأن يبحث عن العقيدة السليمة الصحيحة وأن يكون ذلك متحققا في عقله وقلبه قبل الظهور هذا هو تكليف هذا هو التكليف الآية ماذا تقول يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا حتى التي آمنت لكنها ما كسبت في ذلك الإيمان خيرا كيف تكسب في ذلك الإيمان خيرا أن تترجم الإيمان بالحجة بن الحسن تمهيدا لظهوره هذا معنى أو كسبت في إيمانها خيرا كسبت الكسب هو العمل فحتى الذي يدرك العقيدة السليمة لن يكون موفقا كالذي أدرك العقيدة السليمة وكسب بها خيرا الآية واضحة القرآن واضح هذا الأثول وبقية الثولان لا يفقهون قرآن محمد وآل محمد لأنهم نقضوا بيعة الغدير ولم يفقه القرآن بحسب تفسير علي وآل علي كالذي أحدثكم به وإنما ذهبوا إلى تفسير نواصب سقيفة بني ساعدة أو فسروا القرآن بحسب المنهج العمري حسبنا كتاب الله بعيدا عن تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ما هذا المضمون طبقه لنا إمامنا الحجة في زيارة آل ياسين وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا لم يرد هذا المضمون في زيارة آل ياسين إنه تطبيق لهذه الآية لأن الآية هذه هي قانون عصر الظهور الشريف يجب علينا زمان الغيبة أن نبحث وأن نحقق حتى نصل إلى العقيدة السليمة ويجب علينا أن نترجمها في تمهيد لإمام زماننا مثل ما يقول إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في هذه الجملة الوجيزة المختصرة أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج علينا أن نحقق المعرفة الصحيحة ثم ننتظر الفرج وإنما ننتظر الفرج وفقا لموازين إمام زماننا أن نكون ممهدين لظهوره الشريف بترجمة معرفتنا وعقيدتنا بقدر إمكاننا كلمة الإمام الكاظم واضحة تلخص كل هذا الحديث أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج القرآن واضح صريح يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون انتظروا مثل ما تريدون نحن منتظرون مثل ما يريد إمام زماننا نسعى لتحصيل المعرفة والعقيدة السليمة وإذا ما حصلناها وترسخت في عقولنا وقلوبنا نسعى إلى ترجمتها على أرض الواقع تمهيدا لظهور إمام زماننا بقدر ما نستطيع حتى لو لم ندرك عصر ظهوره فقد وفينا له ببيعتنا وأدينا الأمانة التي هي في أعناقنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الآية الآية واضحة يوم يأتي بعض آيات ربك في رواياتهم بعض آيات ربك قائم آل محمد هذا في رواياتهم وأحاديثهم أنا لا أجد وقتا كافيا كي أقرأ لكم الأحاديث كلها لا أجد وقتا كافيا كي أذكر لكم الأحاديث كلها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون ما هو هذا الكسب الخير الذي تتحدث عنه الآية الكريمة أو كسبت في إيمانها خيرا هذا جاء مذكورا في آخر آية من سورة آل عمران في الآية المئتين بعد البسملة من آل عمران يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون في تفسيرهم أصبروا أصبروا على فرائضكم على دينكم أصبروا على الالتزام بالواجبات وعلى الالتزام بالتنزه عن المحرمات أصبروا يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا أعداءكم وقصوصا من أبناء جلدتكم لأنهم لأنهم سيكونون أقسى عليكم صابروا صابروا أعداءكم صابروهم ورابطوا 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 إمامكم القائم هذا ما هو كلامي هذه رواياتهم وأحاديثهم الشريفة في تفسير قرآنهم يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون كل هذا والقرآن يقول لعلكم تفلحون وهذا الأخبر وأمثال من الثيران من مراجع حوزة الطوسي الأغبياء الثولان يقولون ليس هناك من تكليف خاص في عصر الغيبة هذا القرآن صريح واضح الآية التي تلوتها قبل قليل عليكم بصريح أحاديثهم هي في عصر غيبة القائم وفي عصر ظهوره الشريف قانون الغيبة والظهور وهذه الآية أيضا روايات وفيرة كثيرة ترتبط بعصر غيبة إمام زماننا هذه الآية بكل تفاصيلها يا أيها الذين آمنوا صبروا على دينكم وصابروا عدوكم المصابرة أعلى من الصبر ورابطوا إمام زمانكم والمرابطة أعلى من المصابرة ومع ذلك الآية تقول واتقوا الله فوق كل ذلك وبعد ذلك تقول لعلكم تفلحون كل هذا كل هذا التكليف وهذا الأثول إسحاق الفياض يقول ليس هناك من تكليف وإنما أن تعود إلى العلماء إلى العلماء الثيران من أمثاله ومن أمثال مراجع حوزة الطوسي الذين لا يفقهون شيئا من قرآن محمد وآل محمد ما هو هذا الواقع الذي نعيشه كلمات قاسية قد تقولون من أنها خارجة عن حدود الآداب قولوا ما تشاءون هذا مدح جميل لهم هؤلاء الحقراء حقيقتهم حقيقتهم أقبح من كل هذا الذي أقوله أنا لست متلذذا بذنهم هكذا إنما أريد أن أبين لأبناء وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسان أريد أن أبين لهم سوء هؤلاء كي يتنفروا منهم كي يبغضوهم كي يبتعدوا عنهم كي يطهروا عقولهم وقلوبهم من قذارات هؤلاء الأوغات هؤلاء أعداء صاحب الآمر قارنوا بين ثقافة صاحب الآمر وبين قرآن صاحب الأمر وبين هذا الذي يضرطون به من أفواههم القذرة هذا القرآن صريح وواضح ببيان تكليفنا الشرعي زمان غيبة إمام زماننا يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ماذا 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 تشير إليه هذه الآية هذه الآية تلفت أنظارنا إلى شيء دقيق جدا هو هو أن نقيس الشيعة بهذا المقياس هل هذا الشيعي صابر مصابر مرابط هل هو كذلك إذا كان كذلك فهو من شيعة الحجة بن الحسن وكيف يكون مرابطا وهو لا يحمل العقيدة السليمة عقيدته يأخذها من هؤلاء المراجع الضالين يأخذ عقيدته من السستاني ومن إسحاق الفياد ومن بشير النجفي ومن صادق الشيرازي ومن أمثال هؤلاء الضالين من مراجع حوزة الطوسي كيف يكون مرابطا المرابط هو الذي يأخذ لباب عقيدته من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم ومن حديث العترة المفهم بقواعد تفهيمهم فهذا الشيعي إذا كان صابرا مصابرا مرابطا وبعد ذلك تأتي التقوى واتقوا الله ومعنى التقوى هنا دقيق جدا الحديث ليس عن الإتيان بالطاعات وتجنب المحرمات ما هذا مر علينا في قول الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا على الإتيان بالطاعات والواجبات وعلى التنزه عن المحرمات واتقوا الله المعنى دقيق جدا هذا أعلى من المرابطة مع إمام زماننا لا أريد أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة ومع كل ذلك الآية تقول لعلكم تفلحون على سبيل التوقع على سبيل الترجي مع كل هذا التكليف فماذا ستقول الآية لإسحاق الفياض وأمثاله من هؤلاء المرجئة البترية المقصرين الذين عقائدهم عقائد الضلال والذين يصدرون الفساوى بنفي التكليف زمان غيبة الإمام هكذا يقول هذا الغبي الأثول لا يوجد تكليف خاص في زمن الغيبة غير الالتزام بأحكام الشريعة بالرجوع إلى العلماء من أمثاله قطعا يخرون علم من فوق ومن جوه طيح الله على العلم هذا بالرجوع إلى العلماء فهم الحجة في زمن الغيبة وانتظار وانتظار الفرج بظهوره بظهور صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه علينا أن نقيس العلماء والمراجع بهذا القياس هل هم من الصابرين المصابرين المرابطين ومن أصحاب التقوى العالية هذه التقوى هي التي تقودهم إلى أن يكونوا محدثين هذا التحديث الذي يخبرنا عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما لا يعد الفقيه من فقهاء الشيعة فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا فقال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يكون مفهما والمفهم محدث هذا التفهم لن يأتي إلا بعد بلوغ الفقيه مرحلة التقوى التي تأتي بعد الصبر والمصابرة والمرابطة ومع ذلك فهو على خطر أيضا لعله يفلح هذه الآية بالدرجة الأولى يفترض أن تخاطب فقهاء الشيعة ولكن فقهاء الشيعة من فقهاء حوزة الطوسي لا يعبؤون بهذه الآية وأساسا لا يفقهون معناها لأنهم سيفهمون الصبر والمصابرة والمرابطة بحسب اللغة وفقا لمنهج التفسير العمري حسبنا كتاب الله حيث يفسر القرآن باللغة فقط يفترض أن الآية تخاطب الفقهاء والمراجع وأنهم يكون صابرين مصابرين مرابطين لإمام زمانهم الذي يرابط إمام زمانه يعرف تكليفه في زمان الغيبة لا كهذا الغبي الأثول الذي لا يعرف التكليف في زمان الغيبة إذا أردتم أن ترتبط بعالم أو مرجع فابحثوا عن هذه الأوصاف هل هو صابر على دينه هل هو مصابر هل هو مرابط هل هو في درجة التقوى التي يكون فيها مفهما ما هذا المضمون يأتي في سورة البقرة في الآية الثانية والثمانين بعد المائتين بعد البسملة ماذا تقول هذه الآية في جملة ما جاء فيها واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء علي إذا ما تحققت التقوى عندكم فإن العلم سيأتيكم قطعا عبر محمد وأهل محمد صلوات الله عليه هكذا تقول الآية الثانية والثمانون بعد المائتين بعد البسملة من سورة البقرة في آخر الآية واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون هذه التقوى التي تقود إلى ذلك العلم الذي تحدثت عنه الآية الآية الثانية والثمانون بعد المائتين بعد البسملة من سورة البقرة والله لو أنني أجد وقتا لأخرجت لكم الكثير من أسرار الآيات بخصوص هذا المضمون لكنني لا أجد وقتا ما الذي سأفعله لهذا الوقت نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه وأبلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن يناديع علمه فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علماً لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه وألبسه الله تاج الوقاع وغشاه من نور الجبار يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته للحديث تفاصيل هذه التفاصيل سأتركها إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى كي أكمل كلامي معكم في الحقيقة الذي دفعني إلى هذا هو أثار كبر السن التي بدأت تظهر علي بقوة فطول الحلقة هو أثار كبر السن التي بدأت تظهر علي بقوة وبوضوح كنت أهيام الشباب أتحدث وأتحدث لساعات وساعات وساعات طول الحلقة أتعبني خصوصا وأنا أضغط على حنجرتي مراعيا طريقة الإلقاء وإخراج الحروف من مخارجها فيتعبني هذا ويؤلمني نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل لكم حديثي حديثي بخصوص تكليفنا في زمان غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله شكرا